سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة برحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المرأة المسلمة يعني بصلي النهاردة انه يكون يوم سلام في حياتكم يوم مليء بنعمة الرب يوم مليء بحضور الرب في حياة كل أخ وأخت معنا النهاردة حاضرين معنا سواء كنتوا على الفيسبوك واللي على الساتيلايت في أي مكان تكون ويكون حضور الرب هو العامل الرئيسي اللي يتحدث لقلوبكم اليوم لأنه النهاردة أنا هتكلم على فكرة عن موضوع يخص شخص الله وزي ما شفتوا كده أن حلقة النهاردة هيكون عنوانها إله المحبة أم الغضب والعنوان يعني يمكن الصورة اللي موجودة كده لما تشوفوها هتعرفوا أني يعني ده الإله الإغريقي نسيت اسمه إيه؟ ده الإله الإغريقي زوس فالحقيقة أن أنا يعني أخدت الصورة دي بالذات هقول لكم ليه بعد شوية لأنه هذا الإله كان من صفاته حاجة الناس بتخاف منها جدا هقول لكم عليها بعد شوية بس أنا عايزة أسأل كل واحد فيكو النهاردة يا تارة انت وانتي منظركم للإله إيه؟ منظرك إيه عن إلهك؟ فهمك إيه عن إلهك؟ انطباعك إيه عن إلهك؟ وهل يعني لما بتفكر في إلهك تستطيع أنك تقول عنه إنه إله محبة؟ وهل الأفكار الزهنية اللي بتيجي جواك عن هذا الإله أما تيجي تتكلم عنه مثلا بتقول ده إله رحمة واسع المغفرة ما تفكر فيه أو تتكلم عنه وتقول سبحان الله الله تعالى كذا تعالى عن كل شيء وهكذا بتقول عليه غفور رحيم بتقول عليه سطر للعباد مثلا يعني وانت بتتكلم كده هتلاقي في عبارات محفوظة بتبقى درجة في الكلام كلنا عندنا الحكاية دي على فكرة ولكن السؤال هل هذا الكلام المحفوظ أثره إيه على حياتك؟ حقيقة؟ اختبرتها أنت؟ يعني مثلا ما تيجي تتكلم عن ربنا وانت بتفكر إنك هتقف قدامه إيه اللي بيخوفك؟ ما هو الوقوف أمام الله أمر صعب الوقوف أمام الله بيذكرنا من نحن بيذكرنا بإننا غير صالحين وغير قادرين إن إحنا نقف أمام الله وكل واحد مننا إذا كان أمين مع نفسه هيبقى عارف إنه لو وقف قدام الله في الميزان مش هيبقى فيه حاجة تقدر تساعده قوي لإنه كلنا عارفين مهما عملت من حسنات مهما عملت من أعمال هيكون فيه حاجة نقصة قدام الله دايما علشان كده ده دور المسيح الغطة ده لكن أرجع تاني لأسئلتي إنت هتخاف من إيه لما توقف أمام هذا الإله إيه اللي إنت عارفه عن هذا الإله إيه اللي بيخيفك منه إله غاضب إله يعني ممكن يغضر بيك تفتكر هل هو منتقم هل هو جبار هل هو قهار ما هي دي أسميه بس ده يعني عاكس عليك إزاي إنت بتشوفه إزاي وإيه معنى معرفتك العقلية اللي إنت بتتكلم بيها دي إيه معنىها جواك لو قلت مثلا إن الله غفور بتعرف منين إنه غفور بتعرف منين إنه غفر إزاي تختبر ده كمسلم وكمسلمة النهاردة أنا بسألكوا سؤال واضح يعني إنت عارفت منين إنه ربنا غفر لك أما التوب عن حاجة هل إنت مضطر إنك تعمل حاجة تانية عشان ربنا يقبل هذه التوبة يعني إيه مرجعيتك في ده عمرك سألت نفسك الأسئلة دي أنا عندي رد عن الله أنا عندي رد عن المسيح أنا عندي رد عن إله أنا عارفة لما بتوب ربنا بيعمل إيه لإني وقفة من خلال المسيح فبيقول لي أنا وقفة قدامه من خلال دم المسيحة الذي قبلته فداء لحياتي وقيمته التي أعطتني حياة لا أستحقها أعطي مجانية منه فأنا وقفة قدامه بخطيائي اللي بعملها دي وما يجي يقول له رب أنا بتوب عن هذه الخطيئة فيقول لي أنا خطيائكم لا أعود أذكرها مدام توبتي توب حقيقية خطيائكي لا أعود أذكرها بس عندك دم المسيح اللي مغطيكي اللي هتقدر يتقف بيه قدامي لكن إنت مرجعيتك إيه كمسلم في موضوع وغفران الله لخطياتك وخطياتك وإنت نفسك يعني بتحساه إزاي في حياتك بتعمل حسنات مثلا عشان الحسنات يذهبنا السيئات هل التوبة كافية ولا لازم الحسنات أسئلة كتير وإذا كانت الحسنات يذهبنا السيئات لكن إلى متى يعني وإنه هذه الحسنات وماذا عن النية وإنت بتعمل الحسنات دي إنت عايزها للناس بس يعني جدتي كانت تقولي مثل كده إنه الأعمال الصالحة الإنسان يروح كده شايل يعني شوال كبير على ظهره يمثل الحسنات فعلى ما يوصل بقى وإحنا ماشينا على السراط المستقيم على ما نوصل بقى للمحاكمة قدام ربنا الحسنات دي بقى كلها إيه هتقع مننا ونلاقي إنه مفيش حاجة عشان بعضها كان عشان الناس وبعضها كان عشان نفسي وبعضها كان بنية كذا وبعضها كان وما فاضلش غير ثلاثة أربعة بس يعني مثلا كلنا اتحكت لنا الحاجات دي إيه مرجعيتك أنا بقى مش هوجيب عن هذه الأسئلة النهاردة لكن الأسئلة دي للتفكير أنا دايماً بقول إنه في حياتي مع المسيح ولإني جاية من خلفية إسلامية ولإني رأيت ما صنع الله فيما نقابله في حياة أمي مثلاً وفي حياتي أنا الشخصية وفي حياتي عابرين كتير تعاملت معهم وبتعامل معهم كل يوم أنا دايماً بقول إنه إذا لم أرى تغيير مستمر يفوق قدرتي البشرية على التغيير ففي مشكلة في هذا الإله مش بس في استجابتي لي إن لم يغيرك هذا الإله تغيير حقيقي جذري إعجازي فوق قدرتك البشرية عندك مشكلة لأنه كمان على فكرة أنا عايز أقول إنه المسيحيين اللي بيسمعوني النهاردة إن لم تشعر إن المسيح يغيرك كل يوم تغيير خارج عن إطار قدرتك أنت عندك مشكلة برضو فاكرين أنا العبارة اللي دايماً أقولها لكم خادم الرب مشهور جداً قالها في مرة إن لم يغيرك دينك فغير دينك فأنا بقول لك النهاردة إن لم يغيرك إلهك فغير إلهك لأن هذا الإله بينطبع على شخصك وشخصيتك وحياتك أنا بقول عن نفسي ارتباطي بالله يجب أن يغيرني لأعود للصورة التي خلقاني لها من الأول أن وشبهه فيتارة أنت وانت شبه إلهك شبه إلهك هل غيرك إلهك وما هو هذا التغيير هل أثر عليك بصورة سلبية أم إيجابية وخليني أقول لكم بقى إيه اللي خلاني أفكر في فكرة حلقة النهاردة وحط الأطروحة الأولى دي عن شخص الإله وتأثيره في حياتك ومعرفتك عن هذا الإله وكيف تؤثر على حياتك ومعرفتك عن ما يردي هذا الإله وكيف يؤثر على حياتك لأنه ده الناتج في مجتمعنا وحياتنا اليومية النهاردة فأنا بقى عايز أقول لكم أنه الصورة اللي حتشوفوها دلوقتي نشوف الصورة دي على الصورة لتويتا اللي حتشوفوها دي يعني هي كانت الشرارة اللي خلتني أفكر في موضوع حلقة النهاردة لأنها صدمتني جدا التويتا دي للشيخ عبدالله رشدي وكل تعليقه بيقول كده سبحان الله نفهم إيه بقى إحنا من سبحان الله بتاعت الشيخ دي التويتا بتقول أنه نايزك من السماء يسقط على وجه امرأة أثناء نومها وجيب لك حتة صورة صغنونة قوي كده صورة السرير وعليه جزء من النايزك فالحقيقة أنه أنا صدمت أنا كتير برد أو أخد مثلا أعمل كوت للتويتا وحطت عليقي الحقيقة أن أنا وقفت هنا وقلت أنا لو كتبت كتاب على ليه هذا الشخص يفكر بهذه الطريقة ويعني استخدامه للإرهاب الفكري والإرهاب الروحي والنفسي في هذه التويتا غير عادي يقول لك يعني سبحان الله نايزك وقع على امرأة وهي نايمة في سريرها ممكن حد يشوف أن الصورة دي تفهى زي من الناس كده تريقت عليه وقيت له يا أخي بقى يعني لازم كل تويتا ليك يكون فيها واحدة ست وتكون حاجة مرعبة وتكون حاجة يعني بالنسبة لناس كتير دي كان نوع من البله يعني أنك تتكلم على حاجة زي كده بس أنا شفت أنها معبرة عن فكر عبدالله رشدي وأمثاله عن صورة هذا الإله الغاضب اللي بيرميك بالنيازك اللي يسيطر عليك بالرعب والإرهاب على عبيده من يتبعه من يقرر أن يتبع هذا الإله سيسيطر عليه بالرعب والإرهاب بلا شك لأن عبدالله رشدي نفسه وأمثاله من الشيوخ اللي حديث قديم ببدلة بعمة على رأي الأخت فارها هو تحت العمة إيه؟ أو تحت اللي مش لابس عمة العمة برضو اللي مش لابسها سابت حاجة تحت يعني تحتها القابع في أفكار هؤلاء أن هم نفسهم سيطر عليهم الرعب والخوف من هذا الإله تعليقات الناس يعني فيه ناس كمان تعليقاتها يعني اللي يقوله مثلا إيه الهدف من الصورة دي الترياء عليه لكن فيه ناس يا جماعة علقت وقالت يا سلام ربنا يخليك يعني لينا شوف سبحان الله اللهم احفظنا شكرا يا شيخ على المعلومة حدثتك إداك معلومة إيه؟ غير إنه غضب الله آتي ولكنه إله يعني علشان نكون صدقين مع بعض إنه هناك غضب لله ولكن غضب الله اللي الكتاب بيقول عنه إنه بيأتي على فجور الناس على العمل لكن محبته التي قدمت وفداؤه الذي قدم أولا هو الباب المفتوح ليك لكن هذا الإله يعني يعني زي نبيه كده قتال للعبيد إيه الهدف من الصورة؟ المسألة مش بس إنه فرحان في الست لكن ده أيضا منظوره للإله أرجع بقى لصورة الإله زيوس الإله ده المفروض إنه من خدراته يعني إنه بيرمي البرق وهو البرق يعني البتاع اللي في إيده دي بتمثل البرق هو اللي بيخلي الدنيا ترعد وتبرق وكده الناس في الوقت ده كانوا بيخافوا جدا بيترعبوا من الكوارث الطبيعية من المطر الشديد من البرق الشديد ويخافوا إنهما يتساقوا من البرق كانوا ناس بدائيين وأيضا الكوارث الطبيعية بالنسبة لهم شيء مرعب بيخدوهم بيبقوا حاسين إنه هناك غضب من الآلهة الدنيا ترعد يقولك الإله غضبان البرق ييجي يقولك يبقى في حد حيوقع النهاردة بالبرق ده هي نفس الفكرة إله الإسلام إله غاضب دائما هناك كثير من الآيات اللي بيتكلم فيها عن غضب الله وإنه والله إذا غضب كذا وعقاب الله والتهديد بعقاب الله كل ده بيدي لك صورة الإله الغاضب دائما حتى يعني صورة الإله الزوس دي خلتني أفكر في أما بيتكلموا عن إنه النجوم دي اللي بتصعق الشياطين وهي بتنزل علشان الشياطين لا يسترقوا السمع في السمع نفس الفكرة يعني هذا الإله دائما حيرمي عليك حاجة يا إما بقى بالابتلاء يا إما بمصيبة إذا كنت مسلم حقا تبقى المصيبة لنفعك علشان تخلص من سيئاتك إذا ما كنتش يبقى المصيبة والبركة اللي اتنين هيودوك في داعي وهقولكو إزاي دلوقتي لكن هل يجب أن يغضب المسلم أو المسلمة كما يغضب إلههم لانتهاك الحرمات يعني إيه؟ يعني اللي حرمه الله واللي حلله عشان كده طول النهار طول النهار عمالين نشوف عبدالله رشدي يقولك ده حرام وده حلال ده عورة ده مش عارف إيه ست تلبس الرجل يقلع أطول النهار يقولك العربية وغطي عربيتك ولو تسرقت والكلام ده كله التمثيل بالحلال والحرام والوقوف على يعني ده واقف على النفس للناس لو تنفست من مناخيرك اليمين أو مناخيرك الشمال أنه الأول أحسن وأنه حرام وأنه حلال يعني دائما هناك حرام وحلال يقيد المسلمين وهناك هؤلاء الغاضبين اللي لازم يقفوا ويغضبوا لانتهاك حرمات الله زي ما شفنا مثلا في موضوع الوقوف من أجل الرسول وغيره والكلام ده كل هم دولوا يقفوا بقى علشان خاطر غضبوا لرسول الله وقتلوا لرسول الله وما زالوا يقتلون لرسول الله هذا النوع من التعبير عن الغضب من أجل حرمات الله اسمع بقى ليه الناس يعني من المستحسن أنها تغضب من أجل حرمات الله أقرأ لكم من الإمام النوي بيقول كده وانتهاك حرمة الله تعالى هو ارتكاب ما حرمه ده انتهاك الحرم يعني أي حد يعمل حاجة ربنا حرمها شرب خمرة بقى ما تحجبتش يعني سرق أو كدب أو أي حرمة من حرمات الله أي حاجة كبائر صغائر كله يعني فيها حرمات الله إذا تقرر هذا فإنه يتقرر أيضا أن الغضب لمحارم الله تعالى التي تنتهك محل متح وثناء في الشريعة بل هو مطلب شرعي والنبي بقى بيدينا أمثلة بقى إيه عن غضب النبي فغضب النبي مثلا إيه ده مثلا عن مسألة الحدود وقطع يد السارق لما إزاي غضب لما قالوا له يعني ارحم فلان الفلاني فقال لهم والله لو فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها فبيقولك أنه في الحديث ده بقى غضب الرسول عندما انتهجت حرمة الله وهي أن أسامة بن زيد رضي الله عنه شفع في حد من حدود الله وقد نبه أسامة رضي الله عنه فقال له معاتبا مع أنه يعني حبه حبيبه يعني أتشفع في حد من حدود الله ثم قام ونبه وخطب وعمل بقى إيه الليلة إزاي بقى حد يتشفع في شخص ماشي فطبعا المثل اللي بيدهولنا النهاردة مش لأن ده معلم الأمة مثلا لا ده بيعلمك أنه أسامة نفسه كان لازم يغضب لهذا الفعل اللي عمله فلان الفلان اللي كان راهب بدل ما تتشفع له اغضب منه دي النقطة بدل ما تنصحه اغضب منه لأنه هنا اللي في الميزان حرمت الله وكأن هذا الإله يضع نفسه دائما في الميزان بين الناس وبعضها لأنه كل واحد منهم يغضب يغضب له شوي وبعدين ذكر أيضا حديث أنه لما شاف عن عيشة بتقول كده قد سترت سهوة لي بقرام فيه تمثيل فلما رأاه هتكه وتلون وجهه وقال يا عائشة أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضعون بخلق الله وكان غضبه شديدا يعني فبيوريك بقى أمثلة تغضب لإيه واحد غلط غلطة صغيرة أنت شايفها يعني مثل نعيشة في بيت الرسول هتكون عاملة كده بالقصد مش معقول غلطة لكن يعني ده بقى استشاطى غضبه فيها وبيوريك تغضب لإيه المهم غضب النبي في الأحداث دي والحديث دي وبعدين بيقولك مثلا كان بيعمل قسمة بين قسم لبعض الناس فواحد قال أنا مش راضي بالإسمة دي فغضب الرسول جدا لأنه إزاي أنت لا طرد بالقسمة اللي أنا أسمتها اللي المفروض أنها جاي من عند ربنا فدائما هناك المسألة الشخصية اللي تخليك أنا في النص لازم أكون حاكم على كل حاجة مش لأن ده الرسول ده لأنه ده يثنى عليه أنك تغضب لانتهاك محرم الله أو يعني قيام حد من المسلمين بعمل شيء يجب أن يعاقب عليه عشان كده بقى عندك من رأى منكم منكرا فليقوموا يعني يا بيدك يا بلسانك فإن لم تستطع فبقلبك فييدك على طول يعني يعني يدك الأول لازم ليه بقى موضوع الغضب يعني ليه لم يقول المفسرين في الوقت ده النصحة الإرشاد أنك تفهم مثلا مصادر الخطية في حياة هذا الرجل إيه يعني على فكرة المسألة أنه إحنا لما بنخطئ كبشر هل إحنا بنخطئ عشان إحنا عايزين مثلا نعرض الله وخلاص لا الإنسان بيخطئ لسبب لازم نفهم كده لأنه مثلا واحد اختار أنه يمشي في طريق خاطئ يعني يعمل علاقة خطيئة مثلا ليه الشخص ده عمل علاقة الخطيئة لأنه ما فيش حاجة جواه بتملاب قيمته عند الله وقيمة الإنسانة اللي هيغلط معاها دي عند الله وأنه الاستقامة في عين الله تشبع أكتر من الاحتياجات الجسدية ما عندهش التعليم ده عنده فراغ ما في حياته أو فاهم ما مخالف اللي ربنا عايزه هو مصدقه أكتر ما مصدق ربنا فدي حاجة يعني المفروض أن احنا نبحث فيها عشان نرشد الناس إنما نغضب ونقطع ونحاسب ونشهر ونمد إدينا والكلام ده كله هذا الإله وضع الغضب هو وضع الغضب في نفوس أتباعه لأنه ده الأساس عنده الغضب يولد كراهية وانفصالية علشان كده بنشوف إنه فيه مثلا تحريض على إنك ما تحبش ما تحبش الناس اللي انت اللي انت عايش معاهم مثلا ما تقدرش تقول أنا بحب المسيحيين ما تقدرش تقول كده في الإسلام ما تنفعش هل بتحب المسيحيين في الله مش ممكن لو مراتك المسيحية هتحبها ما تقدرش تقول أنا بحبها في الله نحن نحب في الله ونقره في الله يقول لك كده شايفين فكر هذا الإله وشايفين أثره على حياة الناس إزاي أنا عايز أوريكم حاجة كمان وخليني أخد مكالمة وبعدين أرجع أواري الصورة اللي جاي اتفضل معنا الأخت في ريال أهلا أخت في ريال أهلا عزيزي أختي أماني السلام ونعمة المسيحيين سلام ونعمة نور الشاشة اليوم ربي باركتي أختي أماني بالنسبة لنا طبعا المسيحيين الله محبة محبة رحمة وغفران وعدالة الله تجلت على الصليب ولكن الله بيّن محبته لنا لأنه ونحن وبعد خطات مات المسيح من أجل لأجلنا رسالة برس الرسول الرومية إصحق خمسة عدد ثمانية أختي أماني وأنتي حضرتك أدرى مني بالموضوع أن الأخوة المسلمين لما دائما يقولون يا أخي اتقى الله خاف من الله ويقومون بكل الفرائض اللي المفروضة عليهم غضبا عنهم ليس يقومون بهذا الشيء ليس لأنهم يحبون الله لكن يخافون يرتعبون من هذا الإله يخافون لأن إلههم جبار وغاضب وإله منتقم وماكر فكأنما مثل ما إنسان عبد عدد سيده ويخاف من السيد ويطيعه يطيعه ليس من محبته لهذا السيد لكن إحنا نشكر الرب لما نطيع الرب وعندنا مخافة من الرب لأن إحنا نحبه هو أبونا وما نريد نزعله ولا نريد نحذن روح القدس في داخلنا اللي من آمننا روح القدس أصبح في قلبنا وفي سفر الأمثال إصحاح واحد أدى السبعة يقول الوحي إلهي مخافة الرب رأس الحكمة بدء الحكمة مخافة الرب ومعرفة القدس فهمه فإحنا نصلي إنه يعرفون هذا الإله الحقيقي المحب الرحيم مو بس رحمن وغفور الرحيم ومثل ما ذكرت حذرتك تعالى وين هو تعالى وين وين يعرفون وين جربوا حنشوف يا فريال حنشوف دلوقتي وحنا يعني الحقيقة إنه فعلا أنا هاختم النهاردة بالله محبة لكن الفرق إنه خبرتك أنت مع الله محبة الله إيه غيرتك إزاي وبنصلي إنه جميع الإخوة اللي بيشاهدونا النهاردة يفتحوا قلوبهم لأنهم يقبلوا الله المحب ويبقى عندهم هذا الاشتياق أشكرك يا فريال دايما وإحنا دائما نصلي من أجل من أجل أختي يا أماني وإحنا نحب من كتير نريد خلاص أمين رب يباركك ويباركك يا حبيبتي شكرا يا أختي فريال ربنا يباركك طيب خليني أرجع للنقطة اللي عايزة يعني إن إحنا هتكون مركز كل الحوار النهاردة كيف يؤثر في نفسك هذا الإله كيف يغيرك هذا الإله أنا عايزة أوريكم الصورة اللي جاية دي بيقولوا إنه كان حصل حريق في الجونا في المكان اللي بيعملوا في مهرجان السينما ففي مهرجان السينما قبلها بيوم حصل الحريق وبيقولوا حريق كبير جدا حصل الأستاذ بقى اللي قدامنا ده ده مدير عام مدرسة ابن لقمان الإعدادي مدير مدرسة عنده تلاميذ يا ترى الأستاذ ده بيعلمهم إيه لما يكون تعليقه هو بالشكل ده عايزة أقرلكم التعليق بيقول كده اللهم لاشا مات بس كان في سنة يتأخر 24 ساعة عشان كانوا كلهم ويلعوا وندفت مصر من أهل الفصق والفجور والعري والمسخرة ربنا كريم إلا ما رحم ربي إيه رأيكم في التعليق ده كيف أثر عليه هذا الإله وعمل يقول ربنا وربنا يرحمنا وإلا ما رحم ربي كلام يفت كلها محفوظات ولكن هو لا يدرك ومن يتحدثون بنفس هذا النمط هل الرجل ده يختلف عن الناس اللي تربوا تحت يعني يد أو أيدي هؤلاء الشيوخ لا ما يختلفش هل عبدالله روشدي نفسه لو كان يقدر يصرح بتويت زي دي كان هيقولها كده آه آه كان هيقولها زي كده بالظبط ياشك كان يتحرقوا وخلصونا وريحونا وخلصنا من الفسق والفساد وأنا عايز أقول لكم حاجة يعني من يتكلم عن الفسق والفساد هو نفسه ما بيغلطش ما بيجدبش ما بيهنش حد ما بيجرحش حد الكل متساوي في عين الله القلب هو اللي بيفصل بين ده وده وتعليم الله الصالح وارتباطي بتعليم الله الصالح ومحبة الله الصالحة البناء اللي دائما إلى ما هو للبناء ليس ما هو للهدم اللي بيدعي على إنسان بيدعي على إنسان النهاردة إنه هو كانوا ماتوا وخلصنا منهم ده لا يعرف إنه الله يعطي فرصة كل لحظة في حياتك عشان تتوب عشان تعرفه عشان لا تنتقل من هذه الحياة إلى حياة بعيدة عنه وتكون أبديتك راحت لأنه في عقاب في الأبدي في كونسكوينس حاجة هتحصل هتاخد يعني التبعية بتاعتها تختار تكون مع الله وتعيش معه ولا لا مرة تانية يا ترى الأستاذ ده بيربي إزاي وعلى أي أساس بيعمل الطلبة دول يقولك اللهم لا شماتة إزاي تربت في هذه النفسية إقصاء كل من خالف وبقى غيره أو بيفكر غيره أو بيعيش حياته بطريقة مختلفة كل هؤلاء يا أستاذ ليهم فرصة في الحياة والله يعطيهم فرصة للحياة كل يوم لكي يختاروا إنهم يعرفوه وصلي إنك إنت تعرف الإله الحقيقي أيضا تقولك لو كان كلهم متحرقوا إنت تريد أنه مئات من الناس يحرقوا ويموتوا ويروحوا ويتئزوا أو ييشوا مشويين ولم تفكر من منظورك إنت إن الناس دي كلها عندها عائلات عندها أولاد عندها بنات عندها أزواج زوجات عندها أمهات إزاي ده بيعبر عن التعبئة الدينية الفزدة والتطور المستمر بقى في ظهور هذا العفن اللي عملينا طوارسو كل يوم كل يوم عندنا قصة أسوأ من اللي قبلها خلينا نشوف الصورة اللي جاية دي موضوع إزيس المصرية ده يعني مش عارفة أقول إيه يعني كل يوم عندنا قصة تخص سيدة بشكل أسوأ من اليوم اللي قبله أنا هقراركو التعليق اللي على القصة دي وهنكمل البحث في هذا الأمر شوي بيقول كده بسبب عدم ارتداءها الحجاب العنوان بيقول كده في التويتا دي داعش في مصر بسبب عدم ارتداءها الحجاب ممرضات وموظفات يعتدين بالضرب المبرح على الدكتورة الصيدلية إزيس إبراهيم مصطفى بالوحدة الصحية في كفر عطلب الزأزيق بمصر وأصبوها بجروح وكدمات وإحدى العمال يتحرش بها طبعا هو الممرض اللي تحرش بها أثناء ضربها والنيابة العامة الدكتورة وإحدى الموظفات عارفيني إن دا حصل هي متحبسلتش حبس بس لإنها هي المشتكية وهي المضروبة فقعدوها في الاسم يومين وجابوا لها مرتبة سفينجكا بترخرهم علشان خاطر يعملوا لها معاينة أنا مش عارفة أي قانون اللي بيعمل كده ولا عارفة أي بلد اللي بيتعمل فيها كده يعني اللي سامل البوليس لو أنت عايز تخلي المدعي أو الضحية إنه في الاسم طب يعمل لهم مكان نظيف يعودوا فيه يومين بنت مضروبة ومدشدشة أنتوا بسه حتشوفوا دلوقتي اللي حصل لها إيه يعني يومين يقعدوها طب ودوها مستشفى طب يبعتوا لها حد يعمل معاينة في البيت طب خدوا صور وروحوا البنت لأهلها بنت تبايتوها في الاسم يعني ده إحنا لما البنت تعدي من قدام الاسم في مصر كده تقول لك أنا يا ده عدت من قدام الاسم كنت مرعوبة أنا عملي بدخلت اسم في حياتي يعني يعني ده دي حاجة غير مقبولة لكن ليه لأن نفس الخلفيات موجودة سواء أنتو عملتوها بطريقة كويسة ولا لأ عشان القوانين أنتو نفس الخلفيات موجودة ما السهي اللي جابتوا لنفسها ما هي مش محجبة ومش متجوزة وكذا وكذا خلينا نشوف اللي حصل لإزيس بقى واقعيا جزء ده جزء ثواني بس من الضرب اللي اتضربته خلينا نشوف الفيديو اللي جاي هل من حق أي حد أنه يتعرض لأي حد بالضرب لأنه مش محجب هل مؤسسات الدولة فيها سلفيين وإخوان اللي أنا ملاحظوا آه لغاية دلوقتي فيها متطرفين ودواعش آه هل الخطاب الديني والأظهر ليه دور في ده آه هل الريف في الصعيد والصعيد في مصر لا يزال في خلايا فكرها إرهابي وتوجهها سلفي إرهابي آه هل من حق أي حد أنه يتعرض الحد بالطريقة دي آه آه لأنه أنت عندك الدين بيقولك من رأى منكم منكرا فليقوم أنت عندك شيوخ قاعدة طول النهار تقولك الحجاب اللي مش محجبة اللي مش محتشمة احتشمي البسي أنت لابسة إيه أنت شكلك كده لابسة لبس طلعا بيه من قط النوم لبس قط النوم حاجة والخروج حاجة ما تلموش علي لا تسير ذكورتي آه طبعا أنت عندك مجتمع دلوقتي بيشوف البنات كده وبيشوف الحق على أنه يتكلموا على البنات بالطريقة دي ويتعاملوا معاهم بالطريقة دي عادي أيها من حقهم لأن الدين يعطيهم هذا الحق لو كنا أمناء مع أنفسنا دي حاجة يعني الأستاذ محمد الحقيقة أنه متفتح الزهن وكده لكن يعني أنا دائما بقول حاجة إذا ما شاورناش على الغلط مش هنعرف نصلحه إذا ما تكلمناش على الغلط من الأعماق وقلنا عليه هو دا الغلط مش هيتصلح فحضرتك لا تنسب دا للمجتمع السلفي والإرهابي ولسه بقايا الإرهاب والكلام دا كله لا هو فيه إسلام بس هو فيه أسس إسلامية يعني زمان وإحنا بنتعلم من رأى منكم منكرا دا كان يعني حديث بيتقلنة على طول ووقتها ما كانش يعني الإرهاب والتطرف الديني اللي إحنا شايفين مش تطرف بقا ظهور الدين ظهور الإسلام ما تقولش عليه تطرف خلاص بقا إحنا نقول عليه ظهور الإسلام ما كانش قوي كده في مجتمعنا يعني بس كنا بنسمع دا إنه إنت عليك دور كمسلم وإنك تنصح وإنك تمدي إيدك وتصلح بس زمان كانوا يقولوننا مثلا يعني إيه ماطة الأزة عن الطريق حاجات زي كده لكن برضو كان عندنا تصريح وبعدين تيجي بقا إيه نهضة الشيخ الشعراوي والشيخ كشك والكلام دا ويددولك بقا إيه الصح وإيه الغلط ولوم المرأة والشعراوي يطلع عاملكوا عليها حلقة دي عشان سلاقي الفيديو يقولك إنه إنه الست إذا اغتصبت دي مشكلتها هي لأنها ربنا حاطت فيها نوع من القرفوساء محدش يعرف يعني يلمسها لو لوم المرأة شكل المرأة متقوليش إرهاب ومتقوليش تطرف والكلام دا مش في المجتمعات الريفية بس لا الكلام دا في أصول الإسلام هل الأزهر هيعرف يصلح دا لا طبعا الأزهر هو المنبع خلينا نشوف الفيديو اللي بعد كده دا المقالة الأول إيصال صحر الجهارة بعلمون بوديجارد الإزيس وإخواتها وده موضوع للإستاذ المال الجندي اسمه تسميم الأرض مقالة هي الأول تسميم الأرض ولخصوا إنه مهما تزوّق في الزرعة مهما تدي الزرعة في وضع في ريحة عفنة في الطربة الطربة مسمومة فالطربة أمرها ما بتطلع زرعة حلو عطفل على موضوع الدكتورة إزيس مصطفى محمد أحمد البنت البنتنا اللي موجودة بتشغل في كفر عطلة في الواحدة الصحية في كفر عطلة في الزرعة ولأنها بتروح تروسكم ولأنها مش متحجبة ولأنها رايحة مكان أو متميزة في شغلها ولأنها بتعطف على القطط والكلاب اللي موجودين في المكان ولأن سمعتها طيبة ما بين الناس ولأن واحد من الواحدة الصحية هي زي غفعينه يعني وهو نفسه كده فهي صدته وهليت احترم نفسك وحاجات كده وبتاع ولأنها ده كله فكلهم تكلبوا عليها يا فندم ومسكوها ضربوها وعجلوها من الضرب سعي أنا هقف عند الجزء ده أنا قد عايز رجع تاني لأستاذ محمد يعني هنكمل في سياق الفيديوهات لكن خليني أقول في جزء تاني قاله الأستاذ محمد لا مش هنحطه تاني خلاص لكن اللي قاله في الفيديو ده كان مهم قوي لأنه قال إيه إنه أيوة أنا بلوم الأزهر في هذا الأمر الأزهر لودور الأزهر يلام على اللي حاصل ده لأنه لسه في الكتب وفي التعليم وفي المدارس وفي سيطرة الأزهر على أفكار الناس ده الناتج ده الناتج اللي شرحوا لنا بقى الأستاذ الأرموتي هو بالضبط اللي كان بيقول عليه ده الناتج أنا عايز أسأل سؤال ليه لا ننظر للأعماق الأهم اللي جعل اللي خلى الناس الديانة دي خلت الناس يعني تهتم بالحجاب والمظهر وتقولك الجهر بالمعاصي والوصاية على الآخر الخارج من أنك ليك دور أنك تعمل كده يعني ده الكلام ده كله بقى شيء عادي مش يعني مش تعليم نفسك ولكن أنت عايز تعمل يعني سيطرة على كل اللي حواليك كنت مقبور بيها من هذا الإله اللي مصدره هذا الإله الغاضب المتنمر هذا الإله نفسه غاضب ومتنمر إن كان متنمر على الضعفاء أو كان متنمر على النساء أو كان متنمر على المختلفين أو يعني أصحاب الأديان الأخرى الأستاذ محمد قال لك اللي اعترف بالحق فضيلة وانا معاك في دي قال لك الاعترف بالحق أفضيل إحنا عندنا مشكلة في المناهج وفي الأظهر دي كتبت المقال بتاع الأرض المسمومة ده بتقول في التطور بتقول هذه المرة انتقلت المسألة لمستوى أعلى قال لك صلح محسر وإنك همسألة وإنك همسألة وإنك مالك نتنمر وندرب لأنها أقل على طول المخالف يوضع في مكان أقل دول الناس اللي عملوا كده بتقولك بعد كده انتقلوا إلى لفل الوحش بقى بعد كده بقى من الكلام للضرب للتقطيع لكده واجتموا عليه بقى عشان يقولوا لها إيه إن الكلام مش كفاية وبما إنها لم تستجب لدعوتهم الشفاهية للفضيلة كما يروها هم والحجاب فلابد من العافية والضرب الدكتورة إزيسة ضربت لأنها حررت محضر ضد الناس اللي كانوا بيتنمروا عليها ويتعرضوا لها بالضرب وبالمرة انتهز المريض النفسي لفرصة واشارك بالتحرش فيها ولم تجد أمامها إلا اللجوء للقانون وتحضير محضر وبالمقابل كامت واحدة من الموظفات بعمل محضر مقابل واحتجزت النيابة الطرفين يعني واضح إن دي مضروبة ومتخرشمة والشها متبهدل لكن برضو احتجزوها لكن بعد كده عايزة أقول الختام بتاع المقال بتاعها يريد تقرؤ المقال ده لأنه مقال هام بتقول كده العلاج لن يكون أبدا إلا بصرامة تطبيق القانون وبالتوازي القيام بنوع من الإحلال أو الاستبدال والإتنان في حاجة للصدق وإخلاص النواية والنفس الطويل نحن لا نواجه تنظيما متطرفا له شكل وعضوية ولا نحارب خلايا أو يعني محددة نحن في مواجهة أصعب بكثير جدا أرض اتسممت تشربت مية نار أرض تم حقنها وعلى عمق كبير ببكتيريا يعرف أهلنا من الفلاحين ويعلمونا إننا إذا أمراض تصيب الأرض بتتعطن معها التربة إحنا عندنا تربة متعطنة بالتعليم الإسلامية لازم يكون في محول هذه الأفكار وهؤلاء الناس اللي عندهم أصوات وعندهم أيدي يعملوا بيها اللي بيعملوه يجب أن يعاقبوا بصورة صارمة خلينا نشوف الفيديو اللي بعد كده ممكن أشوف الفيديو اللي بعد كده عملنا إحنا إيه بقى؟ وهي خارجة حتى يوم تمنع عشرين سبتمبر يوم الضرب وهي خارجة ماشية راح بصين ليها من الشباكلة وقالولها امشي يا كذا قالولها هلافزي خارج يا بتاعت الكلاب الأمر فيدي النيابة بس إحنا عملنا إيه دلوقتي؟ نقلنا الناس دي بنفس أفكارها لوحدة صحية تانية نفس الناس بتقول لوحدة صحية دول اللي ضربوا إزيز وبهدلوها وأفكارهم العفنة بيتعاملوا مع الناس هيروحوا وحدة صحية بنفس أفكارهم العفنة دي هاتي عمي فاس الأول وصلح التربة دي أحدهم مع طبق نفسيين الأول يا فانت والله العظيم كده حرام هيروحوا يسمموا وحدة صحية تانية هيروحوا يسمموا هيلقوا هناك بدل إزيز هنا هيلقوا إزيز وأمن حتب وأبو الهل وخفرع ومنقرع هيلقوا هناك أرجوك يا فانت نصلح الأول التربة اللي في دماغهم دي أرجوك حد يسمع لراجل عائل سداوي يعني حد يسمع لناس بتفكر يا جماعة بعد اللي حصل ده خدوهم ادوا للصيدلية دي اختيار هي تحب تروح فين أي وحدة صحية والبقين رحوا اخدنهم وموزعينهم على أماكن تانية اللي هم اللي اختروه هيعني هم برضو نقلوا السم من هنا ل هنا نقلوا الغباء من هنا ل هنا نقلوا الغضب والظلام من هنا ل هنا هؤلاء ذهبوا من المكان اللي أفسادوه خلاص بأفكار إلههم إلى مكان آخر يفسدوه برضو بأفكار هذا الإله الغاضب اللي ملاهم في كل يعني في أي تجهين هتجد أن التربة المسمومة أنتجت أفكار مسمومة التربة المسمومة تنتج أفكار مسمومة عايز أقول لكم أنه المحافظ اللي قابل اللي هو صيدالي أيضا قابل اسمه ممضوحه غراب محافظ الشرقية استقبل الدكتورة الصيدالية إزيس مصطفى إبراهيم ونصحها بالتحلي بالحكمة أنا شفت الفيديو على فكرة يعني كنت غاضبة جدا وأنا بقى شاهد هذا الفيديو لأنه إيه بيقولها تحلي بالحكمة والصبر وأخلاق منت الصيدلة والتغلب على المشكلات والاستفادة من التجارب الحياتية لسقل مهارتها في التعامل مع الآخرين تعلمي يعني تتعاملي مع الناس إزاي هو أنا إسا ما سمعتش من الطرف التاني هو أنت مش شايف والشامة شالفت هو أنت مش شايف الفيديو اللي كانوا متكالبين عليها وبيعملوا كده وتقول لك ده في أي حتة في الدنيا في أي حتة في الدنيا كانوا دول فوصلوا دول يقعدوا في بيوتهم محسن دول يقعدوا في بيوتهم لأنهم بقوا سم في المجتمع لكن لا الصيدة مش محجبة وبعدين يقول لها إيه ربنا يعني يرزقك يا بنتي يعني بابن الحلال برضو إيه ده ويقول بقى إحنا منتظرين تحقيق النيابة الدكتورة سحر الجعارة هنا كاتبة مقال هام جدا اسمه أعتقد بادي جارد لإزيس وأخواتها هي بتقول هنا مش كان المفروض هذا المحافظ يعني يقول لها إحنا هنخد لك حقك أنت مش غلطانة أنت حد غلط فيك يكلم الناس دول لا هو كان بينصحة هو النصيحة الوجه الله الأفكار المسمومة الأرض المسمومة تنتج أفكار مسمومة عايز أوريكوا بقى حاجة تانية شوية يعني يعني غريبة شوية ولكنها أيضا علامة من علامات الفساد الفكري اللي موجود فيه الإنسان الغاضب ضد أي تجديد لأن إلهه غاضب دائما الحرام والحلال ويعني المدعين إنه هم سلطة الدين الإسلامي في الأسر بجرامي بجرامي بقى ده راجل ريادي الحقيقة للسنة التانية بياخد بطولة العالم في كمال الأجسام في مستر أوليمبيا وطبعا ده شرف يعني كبير جدا وإنجاز كبير جدا لكن ودعاية لمصر من الناحية الرياضية يا عم واحد عمل إنجاز لنفسه إنت مالك إنت مالك أدي بقى إيه الدكتور حازم شمان وتويتد اللايك اللي فوق دي عجبة عبدالله رشدي ليه لإن عبدالله رشدي عمل فيديو في الموضوع نفس التفكير ده سلفي وده سلفي والتنين أفكارهم جاية من نفس المصدر الدكتور حازم شمان بقى بيقولك إنك تكون إنسان رياضي ده شيء ممتاز بس إنك تمارس رياضة من شروطها التعري وكشف العوارات وتكسمها فدي لا بطولة ولا ترضي ربنا الأمر ده مش بس حرام على النساء لا ده حرام على الرجالة كمان ومش هفرح ببطولة ببطولة طبيعتها تخالف ديني ومش هقول مبروك ومش هغمد وأعمل مش شايف يا أخي محدش عايز منك مبروك انت وهو ما تعملش انت رياضة أمال يعني أمال الشيخ عبدالله رشدي بسمينه مجانس ليه يعني هل عضلاته دي يعني ما فيهاش حاجة تغري الناس مثلا لا هم هنا بيتكلموا بقى على عورة الراجل هو عايز يقولك إنه عورة الراجل من الصرر الرجبة وما ينفعش ومش عارف إيه والكلام ده كله ليه ليه خلينا نشوف الفيديو اللي جاي ده هاخد بس تعليق سريع على الفكرة جات منين دكتور باهي مساء الخير يا فندم مساء الخير يا سيد دكتور عمر هل تبعت هذا الكلام يا دكتور باهي تبعت واتقلمت الحياة يا دكتور عمر لأنه اسمح لي المنظور الضيق اللي بينظر منه الشيخ عبدالله الرجلي لهذا الرياضي يعني أنت تركت كل أجزاء البدن وتركت المعنى الكامن وراء التريد والمعنى الكامن وراء البطولة والرياضة ولم يلفت نظرك سواء الجزء الزكوري المتعلق بالعورة يا أخي لا يقل أن يعنيك تسيب ده كله وتتأمل دقائق العورة ده مش بس عينه ده عينه ومخه وكل طبيعته العينك بتدور على إيه بتدور على العيب في غيرك أو على المشكلة في غيرك أنت عايز تكون أنت حاكم حاكم بأمر الله هنا جاي تقول لنا ده غلط وده صح وده عيب وده حرام يا عم بص لنفسك يا أستاذ يا أستاذ يعني الغلط في عينك ومخك وتفكيرك عايز تشوف الفيديو اللي بعد كده سريع يبقى المكون الإنساني في ذاته الآدمي ينصب على القيمة العقلية والذهنية والإنسانية ما ينفعش بقى سيب ده كله واعد أقول هناك عورة لهذا المتريد أو هذا البطل في أنه يعرضها على الناس طيب البدن البشري في مجماله كلا لو لعب سباحة نفس الشيء لو كرت قدم نفس الشيء هي العبرة مش بما يحدث منه العبرة بالعين التي تناظره خبي عينك يا دكتور يا شيخ عبدالله رجدي بعيد عن مناطق العورة خبي عينك يا دكتور عبدالله رجدي بعيد عن عورات الناس العورات في أفكاركم مش في اللي الناس بتعمله يعني احفظ قلبك أنت أمام الله عشان الله يبركك أنت ويتعامل معك أنت ويعرفك شخصه أنا بصلي من أجل كل اللي تكلمنا عنهم النهار ده إن الله الحقيقي يعني يتعامل مع قلوبهم فيخرجوا من معرفة الإله الغاضب اللي أثر على حياتهم بهذا الشكل إلى معرفة الله محبة أنا عايز أقول لكم إن الأمور دي كلها بتتطور ودايما تنتقل من سيء إلى أسوأ الأسبوع اللي فات كان في حادث رهيب ومريع من قامت به داعش بتفجير مكان عبادة للشيعة قتلوا فيه 300 شخص واحد راح فجر نفسه هذا الإله الغاضب يستخدمك أنت كأداة موت الله محبة يعطي حياة مش موت أنا عايز أكلمكم عن الله المحب الكتاب المقدس بيقول إنه يعني إحنا عرفنا وصدقنا المحبة التي لله فينا الله محبة ومن يثبت في المحبة يثبت في الله والله فيه بهذا تكملت المحبة فينا أن يكون لنا ثقة في يوم الدين لأنه فينا إحنا كل واحد مننا إحنا الله محبة يظهر محبته فينا إحنا شخصيا جوانا إحنا لأنه كما هو في هذا العالم هكذا نحن أيضا لا خوف في المحبة المحبة لا تأتي بالخوف في حياة الإنسان ولكن الإله الغاضب يسيطر عليك بالخوف والرعب الله محبة يذهب يخرج هذا الخوف خارجا بالكامل لأن دي روح الشيطان روح الخوف هي روح الشيطان أما روح الله فهي محبة وصلاح وحق وحرية ونعمة وبركة ولمسات إلهية تغيرك فوق ما تتصور فوق ما تستطيع أنت بقدراتك البشرية أنا بشهد للمسيح يسوع أنه لو لا المسيح لكنت إنسانة شريرة جدا ولكن اللي عملوا فيها ربنا أنا بشهد لمجده أنه ما كانش ممكن يحصل بقدرتي الخاصة ولا أفكاري ولا صلاحي ولا تربيتي ولا إلا أنا تعلمته في بيت أهلي ولا أي حاجة ولكنه فقط المسيح المسيح وفقط التغيير الإعجازي اللي أنت كده لما بتقع في حب ربنا يعني الحلقة دي خلتني أسأل سؤال أنا إمتى شعرت بهذا الحب اللي دخلي لله معرفش في لحظة شعرت فيها بهذا الحب لما قابلته ولما شفت محبته لي لما شفته وقابلته فعلا أنا شفت رؤية فيها المسيح لما شفته شفت مقدار محبته فلاقيت نفسي بحبه حبي غير عادي وكنت ما قررتش يعني الأجزاء اللي فيها الكلام عن المحبة في الكتاب المقدس كنت إسا بقرأ في العهد القديم وحاجات يعني ملهاش دعوة خالص لكن بعد كده عرفت إننا الكتاب بيقول إننا نحبه لأنه أحبانا أولاً وعرفت إن المسيح بيقول كما أحباني القاب أنا كمان بحبكم زي ما القاب بحبني عشان كده الناتج في قلوبنا أما تغرأ حد بالحب أما تكون عايش مع شخص كل معطياته حب وبناء وصلاح وغفران لأنه ده المقدم من الأب الحقيقي لأبنائه مش ممكن أنت يخرج منك غير صلاح وغفران وبناء وشفاء فأنا بشهد إنه المسيح شفاني ويستطيع أيضاً أن يشفيكم كما شفانا جميعاً كل العابرين اللي يعرفوا النهاردة والله محبة يا أخواتي أنا دايماً أنا نهاردة بتاديت الحلقة بقول لكم تأثير هذا الإلي عليكم إيه الله المحب اللي بيقول زي ما أحباني القاب كذلك أنا أحببتكم إثباتوا في محباتي دي وصيته إثباتوا في محباتي أحبوا بعضكم بعضاً زي ما أحبتكم أنا دي النتيجة بقى إنه يبان الحب اللي فينا للي حوالينا بعضكم بعضاً ده لا يعني بها المسيحيين يحبوا بعض ولا العيلة تحب بعض لا ده يعني إن المسيحي اللي فيه الله محبة يستطيع أن يحب العدو يستطيع أن يحب من يضطهد يستطيع أن يحب من يتنمر يستطيع أن يصلي لخلاص الآخرين لأن الله المحبة العامل فيه هو الروح الباقية فينا التي تصلي من أجل الجميع وتظهر المحبة للجميع لما تعرف الله محبة الله يجعلك محبة للناس أيضاً بصلي إنه كل واحد واحدة منكم النهاردة يلمسوا لمسة من إله المحبة يسوع المسيح اللي أحبنا ونحن وبعد خطأ مات المسيح من أجلنا لكم كل المحبة مننا كفريق وألتقي بكم في الأسبوع القادم إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر